حملة من بعدي حياة هي حملة بتنظمها الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء تهدف إلى توعية المجتمع الأردني حول أهمية موضوع التبرع بالأعضاء وأكيد الفائد اللي بتعم على كتير من المرضى يمكن دائماً بيكونوا بانتظار عضو لحتى يقدروا من خلاله أنهم يكملوا حياتهم للحديث أكتر حول الموضوع ضيوفنا لليوم دكتور فوزي الحموري وحضرتك رئيس جمعية المستشفيات الخاصة وأيضاً رئيس لجنة التحكيم لموسوعة جنس أهلا وسهلا فيك يا مرحبا كمان ضيفي بدأ أرحب فيك دكتور غيث قصوص وحضرتك موقيم جراحة عامة في الخدمات الطبية الملكية أهلا وسهلا فيك أكيد بدنيا يا دنيا وأيضاً شكر كل الشكر لإلك بدي أشكرك قبل ما أعرف عنك لأنه يمكن اللي قدمتوه إشي هلأ رح نحكي عنه أكتر ولكن هيك إشي لا يقدر بثمن دائماً حضرتك محمد أبو طويلة وحضرتك أخو المرحوم عبدالله أبو طويلة اللي قامت عائلتكم بالتبرع بأعضاء أخوك الله يرحمه عبدالله أهلا وسهلا فيكم جميعاً أكيد وبدأ أبدأ معك دكتور فوزي لنحكي شوي عن حملة من بعدي حياة الاسم مميز من بعدي حياة مش أنا بس عايش حياة ولكن أنا عم بترك حياة لمنهم بعدي خبرنا شوي عن هذه الحملة نعم ستة نحن الحقيقة هذه الحملة ستبدأ يوم 22 عشرة يوم الخميس ساعة 11 صباحاً وستكون في مدينة الحسين للشباب وسيدخل الزوار والمراجعين والمتطوعين والمتبرعين من البواب رقم ثلاثة أنا حبيت هذه المعلومة أحكيها في البداية لأنها مهمة جداً نجع مزكي فيها كمامرة حملة من بعدي حياة هي حملة عمل إنساني عمل تطوعي الإنسان عندما يموت أعضاؤه تدفن في التراب وبالتالي بإمكانه أن يقدم عضو من أعضاؤه تنقذ حياة إنسان آخر فأنا بأعتقد أن هذه الحملة ضرورية جداً ونحن في أمس الحاجة لها وأريد أن أعطي مثال واحد فقط وهو أمراض الفشل الكلوي عندنا خمس تلاف وخمسمائة مريض يعانوا من مرض الفشل الكلوي يضطروا إلى عمل غسيل كلا ثلاث مرات بالأسبوع يجلس ثلاث إلى أربع ساعات وهو مشبوك بالأجهزة لتغيير الدم تخيلي معاناة هذا الشخص كيف يتعطل ولا يستطيع أن يمارس حياته الطبيعي بالتبرع بكل لهذا المريض يعود إنسان طبيعي وإنسان منتج فهذه الحملة إن شاء الله نهدف منها لأكثر من غاية الأولى توعية الناس في موضوع التبرع بالأعضاء وأهميته وأنه عمل إنساني وهو يعتبر من أسمى ما يقدمه الإنسان الأمر الآخر تخفيف من معاناة الناس المرضى اللي بيعانوا من أمراض كثيرة من ضمنها الفشل الكبد فشل الكلة العمى فشل القلب وغيرها من الأعضاء المهم إنه إحنا بالإضافة للتوعية عايزين ندخل الأردن موسوعة جنس للأرقام القياسية في عدد المتبرعين في الأعضاء والرقم حاليا مسجل في الهند ب10 450 متبرع إحنا مطلوب منه نجيب أكثر من هذا الرقم ونتأمل إن شاء الله أنه نستطيع ندخل الأردن في هذه الموسوعة سبق لنا في نهاية 2012 أنه أدخلنا الأردن في موسوعة جنس للأرقام القياسية في التبرع بالقرنيات واستطعنا جمع 3650 متبرع ولكن يجب أن يكون هؤلاء المتبرعين جميحهم يجوا يتبرعوا في وقت واحد في مكان واحد فمن شروط موسوعة جنس أنه لازم يكون خلال ثمان ساعات وفي نفس المكان يعني ما بيصير نعمل الحملة في أكثر من موقع موقع واحد موقع واحد موقع واحد ولازم تكون الحملة مستمرة بدون انقطاع يعني ما بيصير نعمل أربع ساعات يوم الخميس وأربع ساعات يوم الجمع فإلها شروط معينة في لجنة حكام أنا يعني تشرفت أن أكون رئيس لجنة الحكام في معنا الأخ رفعت بدر الأب رفعت بدر في عندنا الأستاذ موسى حجزين في عندنا الدكتور عبدالهاد بريزات يعني مجموعة من الحكام التي اعتمدتهم موسوعة جنس للإشراف على هذه العملية أيضا ستكون مسجلة بالفيديو من بدايتها حتى نهايتها وبالتالي هي دقيقة جدا ونحرص إن شاء الله أنه إدخال اسم الأردن في هذه الموسوعة للمرة الثانية بعمل إنساني من هذا النوع الحقيقة أنه برفع اسم الأردن كثير خاصة أنه الأردن له اسم متميز في موضوع الرعاية الصحية فأنا بعتقد إذا استطعنا أنه ننجح بهذه العملية إن شاء الله وبننجح واعتمادنا كثير كبير على الشباب يعني أحنا معولين كثير على الشباب وخاصة أنه تجربتنا السابقة أنه كانوا الشباب هم أكثر المتبرعين وبجوز ببسطة تعرف أنه البنات كانوا أكثر من الأولاد أكثر أها بسطة طبعا فالحقيقة أنه إن شاء الله يعني ثقتنا بالشعب الأردني بكافة قطاعاته العامة والخاصة هايزين نكون كلياتنا مع بعض يوم الخميس إن شاء الله 22 عشرة ونستطيع أن ندخل الأردن في موسوعة جنس للأرقام القياسية إن شاء الله الحملة فيها شق ثاني الحقيقة اللي هو شق علمي حيكون يوم السبت 24 عشرة حيكون في المدينة الطبية هذه الحملة حيكون فيها محاضرين أطباء حيكون قانونيين حيكون ناس يحطوا رأي الدين حيكون في ناس من المجتمع المدني هذه الفكرة منها كمان برضو توعية القطاعات المعنية أكثر في موضوع التبرى بالعضاء أكيد جهودكم مشكورة دكتور فوزي سمح لي أنت إلا دكتور غيث فيه أشياء بتخوف الناس صراحة يعني من التبرع بالعضاء فيه ناس بقولوا أنه يتم تشريح الجثة بتندفن بطريقة يعني وهي مش يعني يعني تعرف فيه أشياء بتخوف الناس ما بديش أحكي هلا أنت ممكن عندك التفصيلات هاي وفيه أشياء تانية مثلا أنه يعني كيف ممكن إذا مات الدماغ ممكن هاي الأعضاء التانية ترجع تشتغل يعني هاي الأشياء بشكل عام خبرنا أنت عن هاي الأمور هلا بالنسبة للسؤال الأول أنه شو الاصطابات اللي نحن بواجهها مع المتبرعين هلا فيه كثير أسئلة كانت تتكرر إلينا كجمعية وكلم نحث الناس على التبرع أحد الأسئلة هاي أنه نحكي من جانب ديني أنه هل هذا الموضوع هو يعني ديني يعني حلال أو حرام مثلا سؤال الثاني كان نحكونا أنه هل هناك أي واسطات أو مقابل مادي مقابل لزراءة الأعضاء هاي يعني أصدق الاستفادة من هاي الأعضاء نعم فيه هناك مقابل مادي أو هاي السؤال الثالث أنه هناك أي تشويه أو تمثيل بجهة الشخص المتوفة هذا هو يعني أن تتشرح الجثة بطريقة بزرطة يعني إحنا كنا هاي الأسئلة هي أغلب الأسئلة كنا ننسألها هلا بالنسبة نحكي للناحية الدينية هلا جميع الإديان السماوية الدين الإسلامي المسيحي كلهم يعني أساسهم بالمحبة والتكافل والتكامل الاجتماعي فالتبرع بالأعضاء هو أكبر عمل إنساني وممكن يقوم به الإنسان أخيه الإنسان يعني أخذتوا إفتاء بأنه هذا الموضوع حلال يعني تبرع بالأعضاء بعد الوفاة هو حلال طبعا وهنا المهندس محمد أكيد بيحكي عن تجربتهم من هاي الناحية كمان يعني ما في عمل إنساني أكبر بأنه أنت الواحد بس يتوفى يعني يساعد سبع أشخاص على الأقل بوفاته ممكن يساعد سبعا يعني زي ما حكيه هنا الدكتور فوزي أنه أنت لما نحكي طفل يغسل الكلا ويغسل يغسل أسبوعين ثلاث مرات كل مرة أربع ساعات صحيح طب أنت هيك أثرت على دراست وعلى حياته هذا عدا عن التكلفة المادية طب بالنسبة لتشريح الجثة أو إنها ممكن تتشوه بهاي طريقة شو ردك على هذا الموضوع؟ العمليات الزراعة الأعضاء بيقوم فيها طباء مختصين بهاي العمليات وأكيد أنهم براعوا الحالة النفسية للأهل المتوفى للأهل المتوفى صحيح فهي زي هذه عملية أخرى جراحية يعني الجروح بيكون عادي بتسكر في طريقة جميلية حتى وما هناك أي تشويه على الجثة المتوفى حتى القرنيات بعد ما يخذ القرنيات ما بيكون هناك أي ذليل أنه أخذ قرنيات شخص متوفى وهلا كما يمكن تجربة الأخ المحمد رح يأكد عن موضوع هذا الناحية الثالثة سؤال الثالثة أنه هل هناك أي وسطات أو هل هناك أي مقابل مادي بحب أحكي أنه هناك في عنا قائمة وطنية هي لأحت انتظار هذه قائمة فيها المرضى حسب كريتيري معينة أنه كم عمر المريض كم إليه بستنى حالته الصحية فمش بسهولة أنه أنت تختاري شخص معين من هذه اللائحة وتعطي العضو طبعا لأنه كمان في هناك عدة تفحوصات بالتام قبل الجراءة الزراعة يجب أن يكون فيه طابق أنسجة طابق دم طبعا فموضوع أن يكون هناك أي مقابل مادي أو أي وسطات هذا الحكي مش موجود هي يعني موضوع عمل خيري بحث طيب سمحولي أنت إليك محمد مهندس محمد يعني قد ما نقدر نشكركم على اللي عملتوا يمكن أنتوا اتبرعتوا بقرنيات أخوك المتوفى كانوا العضاء اللي ممكن يستفاد منها يعني قبل كم سنة توفى محمد عبد الله خمس سنين له خمس سنوات المتوفى صار الموت فجأة أو كان في بحادث لا أنا حاب أوضح هذه صورة كثير كويس يعني للناس أغلبية الناس أخذت صورة أنه رحمة أخوي عبد الله توفى في حادث سير أو مثلا صار مع مرض أو هذا لا أخوي عبد الله كنا عادي طالعين على النادي طبعا عبد الله طالب طب سنة الخامسة كان خريج الأول على الدفعة وبطل تايك وندو كمان وبطل تايك وندو كان يمثل الأردن وهو أثناء دراسة الطب أنت بتعرف ستي اللي بدرس طب يعني هاي الدكاثرة قاعدين ما بقدر كمان أنه يكون عنده نشاطات أخرى قدي كان متميز أنه يكون يعني الرياضة بجانب أيضا دراسة صعبة الحمد لله كان من أبطال العالم داعب منتخب وطني كان راجع ما سر له فترة من أولمبيات الجامعات شارك فيه رجع كنا طالعين على التدريب تعب قاعد على طرفك حكا لي أنا تعبان قلني عن مستشفى وديته على المستشفى بعد يوم أعطاكي عمره توفى شخصوا حالته جلطة دماغية شخصوا حالته كذا وكذا وكذا بس لا لحد الآن يعني إذا دكاثرة لا ولا إشو بيحكوا لك عين يعني يعني ما فيش مرض عضوي أصابه ما في مرض عضوي صار معه بالمرة يعني ولا في إشي كامل الفحوصاته موجودة ما في أي إشي من هذا الحكي طب قصة التبرع يعني كيف هيك خطر بالكم كين موت الفجأة إحنا بنعرف يعني يا رب الله يلطف فينا جميعا الفجأة كتير صعبة ويمكن أنتو حسيتوا فيها يمكن بيتوفي أخوك يعني رحمة الله عليه لما صار هذا كيف خطر ببالكم أنه ممكن تتبرعوا بأعضاء وإنتو في خضم يعني يعني يمكن أنتو مش مسدقين أنا متأكدة أنه إذا خلال يومين عم تحكي توفى أنت عم تحكي أنتو يمكن لسه ممسدقين أنه أصلا توفى لحتى تفكروا أنه تتبرعوا بأعضاء شو اللي صار بهاي الفترة زي ما حكيت لقبل الهوة كنا عادين كان موضوع أنه كان فيه على التلفزيون برنامج عن تبرع بالأعضاء فكان أخوي عبد الله قاعد مع الوالد بيحكي له أنه أنا بعد ما أتوفى يعني لا سمح الله إذا توفيت بديت تبرع في أعضائي فإجت زي مزحة بس لما صار الموضوع صار موت دماغي مع رحمة عبد الله أخوي قلبه أعضاؤه كلها شغالة تحت الأجهزة صارت الصدمة الحمد لله اللي خلانا نتمالك حالنا الوالد يعني ما تماسك حكينا مع الفتوى دينية قالوا لنا صدقة جارية بتعتبر على روحه على روح ولألكم يعني حكينا ما في إلنا غير أنه نتبرع في أعضاءه طبعا كثير ناس عارضوا من العلم الأقارب أنه كيف تلمسوه كيف خلص ما كان السبب؟ هل أنه خافوا أنه تتشوخ جثة؟ طبعا الحمد لله إجوا وما قسروا مدير خدمات الطبية كان وقت عبدالوطيف في كوريكات الباشا بعد كادر كامل أخذوا دخلوا عمليات قاعدة سبع ساعات العمليات أخذوا كامل العضاء دخلنا عليه ما في إشي وقت التغسيل وقت الهذا جسمه ولا إشي ولا ملموس ولا مبين عليه أي أثار عمليات ولا كأنه معمول فيه ولا عملية ولا تأنه في أي شي أدي أخذ وقت لحد ما بين ما أخذوا الأعضاء وما بين ما تم الدفن أخذوا الأعضاء سبع ساعات هو قرفة العمليات بعدين الدفن تستنينا إلى تاني يوم عصرات الظهور لا تاني أصلي ما تأخر كثير لا لا ما تأخر كثير لا يصبح تأخر على الدفن والحمد لله طبعا يجوا وسألوا الوالد بدك ناس معينين بدك أسماء معينين عندك أقارب عندك الوالد حكي لوجه الله تعالى يعني حسب زي ما حكي الدكتور في قائمة حسب عليها من الدور إله وخلي يأخذ الأعضاء يعني مبدأين من وجه تحية وصباحك كبير حلو لوالدك ووالدتك أكيد وعائلتك لأنه يعني اللي عملوه أديه ساعد بإنقاذ أشخاص كتير أنت بتقولي يمكن سبع أشخاص استفادوا خمس أشخاص خمس أشخاص استفادوا من القرنيات قرنيات تنتين الكلا التنتين والكبد والكبد أيضا والحمد لله كلهم على قيد الحياة وبنتواصل معهم في تواصل واحدة من البنات التي أخذت القرنية ساعدتها على حفظ القرآن يعني حفظة القرآن كامل يا الله الدهاي بتكون صدقة جارية لأخوك رحمة الله عليه يعني الواحد ما بيخسر يعني لما يشوف ناس قدامه عضوا من عضاء جسم أخوي يعني في ناس أكيد يعني بنبسط أكيد هي زعل وبنجرح من هذا الموضوع يعني أني خسرت أخوي الكبير بس بنفس الوقت أنه بنبسط لما أشوف أنا عضاء أخوي عيشت ناس تنين أكيد شعور رائع منكم محمد ويا رب هيك إن شاء الله أنها تكون فعلا صدقة جارية على روح أرجع لك دكتور فوزي سريعا نحكي عن الفحوصات اللي الواجب على أي واحد بده يتبرع هل هناك فحوصات معينة إذا أنا بدي أعمل وصية للتبرع بأعضائي بعد وفاتي لا يطلب الفحوصات في هذه المرحلة الحقيقة الفحوصات تجرى قبل الزراعة مباشرة قبل الزراعة ومن أهم هذه الفحوصات أنه ما يكون فيه أمراض سارية زي التهاب الكبد وأمراض الفيروسات يعني هاي اللي بشكل عام نعم الأوران طبعا أمراض السرطان أمراض السرطان الدم والليفوما وغيرها طبعا استثناء أمراض السرطان الدماغ لأنها لا تمناها التبرع طبعا غير هيك ما فيه الحقيقة يعني التبرع خاصة نتكلم عن هذا النوع من هذا التبرع التطابق في بعض الأنسج فيه حاجة للتطابق في بعض الأنسج لا يحتاج للتطابق بشكل عام أنا بعتقد أنه العملية ميسرة أهم فيها توعية الناس وهنا أول شيء لازم أشكركم أنا الحقيقة يعني تلفزيون رؤية بادرت في إظهار هذه الحملة زي ما حكى أخي محمد يعني المرحوم سمع بوسائل الإعلام أو بالتلفزيون أنه في حملة وبالتالي خلته يتبرع وبالتالي احنا كتير نطلب من إخواننا في وسائل الإعلام أنه مساء دونه بالترويج لهذه الحملة حتى نوصل رسالتنا لأكبر عدد ممكن من الناس بدون هيك صعب أنه حملتنا تنجح طبعا وإحنا صح إدخال الأردن الموسوعة جينس مهم بالنسبة لنا ولكن الأهم الهدف الهدف اللي وراء الحملة اللي هو توعية الناس لأنه بدنا هذا الشي يستمر صحيح وعشان هيك احنا بدنا نستغل وجودنا اليوم ومطلب منك تتبرعي أنا بدون ما تطلب مني أنا أحب أني أتبرع تسلم احنا طبعا في هذه البطاقة بتمنى بطاقة المتبرع الإنسان بكتب اسمه أنا بوقع عليها وأنا بأعتقد أنه يعني أمل سامي أكيد أكيد بسي معكم ألم طبعا أكيد يعني دائما إحنا يعني الإنسان زي ما حكيت هي فقط اسم الحملة أنك أنت تترك إشي لمريض عم بيتعذب بجوز بدون وإنت هذا العضو زي ما حكيت أنت عم بيروح بندفن على الأتراف فأنا عن جد بتشرف أني أكون من المتبرعين لحملة من بعدي حياة وهذه طبعا هي صدقة جارية أكيد وزي ما حكي أخي محمد يعني هو الإنسان أهله حتى بشعره بالفخر إنهم عم بيساعده ناس تانيين على الناس يعني إحنا اللي هوّل علينا فقدان أخوي عبد الله لأننا تبرعنا في أعضاؤه يعني صارت موضوع أنه قل لني يصيبكم إلا ما كتب الله لهم قل لني يصيبنا الحمد لله الموت علينا حق كلنا وكلنا يعني لحتى إحنا أخوان وإحنا خمس أخوان نحب نشوف صورة رحمة الله عليه عبد الله رحمة الله عليه فعلا كان شاب يعني دائما منقول هاي دائما كان حيكون زميل ومتفوق الله يحمي رياضيا خليها معك السورة يعني رياضيا وعلميا ماشاء الله ولكن مع هيك يمكن هذا ما منع والده ووالدته وإخوته أنه يتبرعوا أيضا بأعضاء ويمكن بجوز لو عائلة تانية يقول لك ليه أنا يعني أنا ابني مات مثلا شو أنا ما بدي حدا يأخذ من أعضاء ولكن أدي أنا يعني تحسب لكم فعلا هذا القرار اللي أخذته في ساعة فجأة كمان موت فجأة فبدأنا نتشكركم أكيد سريعا بدنا نذكر بالحملة مرة تانية أم ترح تكون أي ساعة وين الحملة هي من بعد حياء بتاريخ 22 عشر الخميس القادم 22 عشر الخميس القادم بمدينة الحسين الشباب بمدينة الحسين الشباب بوابة ثلاثة من الساعة داشت صباحا حتى تمانية مساء تمانية مساء ويزبع الشخص أنه يكون نفسه متواجد هناك لتسجيل البطاقة طبعا زي البطاقة اللي أنا وقعت عليها هاي هي فيه خلاف بسيط رحكم فيها بأنها باسم الحملة رح تكون باسم الحملة اه وفادينا همة الإعلام وهمة وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يدعموا الحملة لأنها هي حملة وطنية باسم الأردن أول إشيء صحيح وكمان أي شخص مننا ممكن أنه يتعرض هو أو واحد من عائلته لما وقف أنه يحتاج عضو طبعا صحيح فإحنا هاي الحملة هي هدفها توعوي بشكل أساسي صحيح وإحنا من هون منشجع الكل عن جد أنه يروح لمدينة الحسين للشباب يوم 22.10.2015 الخميس القادم الخميس القادم الساعة 11.11 الساعة 11 الصبح للساعة 8 المساء ويمكن أنتوا شفتوا تجربة حية هون معنا أكيد 100% يمكن بقول لكم مش بس إنهم ما ندموا ولكن هم عم بيتواصلوا لهلأ مع أهل مع كل المرضى اللي استفادوا من أعضاء أخوك رحمة الله عليه عبد الله بدي أرجع أذكر هاي هي طبعا البطاقة اللي أنتوا شايفينها بطاقة التبرع بيئة الأعضاء لصالح حملة من بعدي حياة وبدي أرجع أحكي لكم إحنا كان معنا سؤال تفاعلي سؤالنا لليوم كان بخص الحملة لأنه فعلا إحنا حاسين بأديها هاي الحملة مهمة وزي ما حكيت الدكتور مش فقط لأنها رح تدخلنا على كتاب جنس ولكن للفائد اللي حتعم على الكثير 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 من المرضى اللي بحاجة لعضو اللي بقرنية اللي بده رئال بده كلها كبير كبير فإحنا كان سؤالنا لليوم هو ما هي هل أنت مع أو ضد أنك تتبرع بأعضاءك بعد وفاتك كانت 80% مع الحملة و20% ضد الحملة فأدي بتحس في وعي هون دكتور فوزي أنا كثير سعيد بإني أسمع هذه نتيجة الاستفتاء الصحيح وهذا بشجعنا كثير في حملتنا معناته إحنا بنتفائل إن شاء الله إن نستطيع إننا نحقق أكبر رقم ممكن من المتبرعين بس بدي أشير لنقطة إنه الحد الأدنى المسموح له 18 عام فإحنا طبعا الشباب الصغار أنا متأكد بيكونوا متحمسين بس ما هنقدر ناخد منهم تعهد بالتبرع لأنه هيك الشروط لازم فوق 18 سنة فوق 18 سنة وزي ما حكى أخي غيث إنه لازم يتواجد الشخص يعني ما بيصير أنا أوكل حدا تاني يوقع عني أو إني أعطيه ورقة أو أبعث إيميل أو أبعث فاكس كمان لازم يكون موجود لازم يكون موجود شخصي لازم يتعاونوا معنا ويجوا وسلموا معنا في العمل أكيد وأنا بدي أتشكر كل كمان الفنانين واللي ساهموا معكم بالحملة مش فقط الفنانين ولكن أيضا الرجال الدين اللي ساهموا معكم وبدأ كمان نشكر زميلتنا دانا أبو خضر كانت مساهمة معكم بالحملة زوجها توني قطان والفنان عبير عيسى وغيرهم الكثير الكثير من اللي ساهموا معاكم أيضا يعني حلوها يتضافر الجهود قد يضيف لحملة خيرية بامتياز معاكم أتشكر وجودكم معنا دكتور فوز الحموري أهلا وسهلا فيك دكتور غيث قصوص برضو أهلا وسهلا فيك وأكيد الشكر كل الشكر إلك ولكل عائلتك أنا من باسمي وباسم ممكن رؤية وباسم كل الأردنيين عم نشكركم على اللي عملتوا أكيد محمد أبو طويلة أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيكم ونورتونا بدوني عيدا شكرا لك اشتركوا في القناة